نتقل للمقابل يلي إجريناها مع الفنان اللبناني ميرفا قاضي يلي بداية حبينا نطرق مع العودة القوية للصحة الفنية من خلال الدور يلي عمت جسده بمسلسل الوسم يس عودة قوية مع كل هالنجوم يلي مشاركين بالعمل مع بلا بروداكشن مع شاهد مع نص هالقد دسم وحلو وتركيبته جديدة وإننا للميرفا خبرنا أكتر عن شخصية أليكسندرا يلي عمت جسدية بهذا العمل لا لا منا شخصية شخصية لبنانية جمالة ما قلوا عليها نهائيا بهذا الدور بالذات يلي عم بقدي لا بالعكس في مادة هيك تقيلة مش لأنها حلوة يلا منجيبها على دور أليكسندرا بالعكس دور كتير صعب كان واشتغلت عليه اشتغلت عليه بكل حب وشغف لقدر تطلع من هالكاركتر هالشر وقدر قد الدور صح مثل ما أنا تخيلته وحبينا نمزح معا شوية للميرفا وقالناي له كم مرة وقفت قدام المراية وحولت تغير ملامح وجك حتى تصيري امرأة شريرة لا ما كتير باعتمد هيد التكنيك مع أنه بيقوله لازم أنا بحات شخصية براسة بتبقى قريبة من الكاركتر يلي أنا بدي ألعبوه وبستوحي منه قلني للميرفا حسب متبعتنا لهيدا العمل منشوف أنه في مشاهد كتير اكشن فهي لقي درجة حسيت بالتعب وقلت خلص مش قدرة كفة الصوير أنا ما عندي كان بعد هلقات مشاهد أكشن اللي هي فيزيكلي تعبتنا يعني هون هو الله يسهده كساي هني أكتر عاشوا هيدا الجو إذا بديك رح يصير فيه بس أكيد هي الشخصية اللي يعني لأنها كانت صعبة ولأنه عندها مثل بمحلة معين بتحسيها بسيكوبات بتحسيها شخص منه كتير طبيعي كل شوي بتفرجيك شخصية شكل سو هيدا الموضوع أكيد بياخد انرجي مني كتير لقدر أدي يعني أما لأي درجة أغريها وجود كساي خولي بهيدا العمل لأنه مثل ما منشوف أنه دايماً كساي أعماله ناشحة والممثلية اللي بتلعب دور قدامه كمان بتنجح وبتتقلق طبعاً أنا أصلاً يعني أنا كساي كتير بحبه كهو كممثل بحب له كتير تمثيله وكشخص هو إنسان بعقد اللي بيشتغل معه اللي بيشتغل اكتشفت فيه جديد عفويته طيبة قلبه أداه إنسان محترم أداه بيحب شغله أداه بيحب العالم أداه بيحب هيك يساعد أداه ما عنده هل هو ما لازم حدا يكون عنده شوفة حابي محل معين لأنه كلنا ناس وكلنا رايحين يعني بس هون بلبنان عندي كم ممثلين ما بيتهدوا بقى فلاه هو منه ما بيشبهون بما إنه ميرفا إلى فترة غيبة عن الشاشة الصغيرة إنه هيت لنستفزة شوي فإنيلا هل من وجهة نظرك اليوم الكتار وقف ورح تقدر تطلع فيه وتلحق يلي فاتك؟ هو فعلياً مرأة سنتين أنا كنت بعيدة بها السنتين يلي من بعد أربعة قاب ما حدا كان عنده مود أصلاً إنه لا يشتغل ولا يفكر بالتمثيل ولا يفكر بشيء ومثل ما بقلك أنا رفضت هالأعمال بهالسنتين لأنه أنا ما بحب التكرار دو دو أنا مني مع أني دايماً يزهقوا مني العالم ظلني موجودة بس بأعمال ما تكون قد المقام يعني سو بفضل أنا اختفى وأرجع بأشياء جديدة وقوية على أنه الناس آخر شي تزهق مني على أعمال بلا طعمة أما على رسالتها لجمهور العراقي فاكرتنا ميرفا بدي أقول لهم أول شي هابي نيو يير إن شاء الله بتكون سنة تونتي 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 تون خير عليهم على بلدهم على شعبهم وعلكل وقريباً رمضان كريم يعني اشتركوا في القناة